لعنة الوثائق السرية لا تزال تلاحق الرئيس الأمريكي جو بايدن ست وثائق جديدة عثر عليها هذه المرة في منزل بايدن البحث استمر قرابة 12 ساعة وشمل كل أماكن العمل والمعيشة والتخزين في المنزل لحظة غياب بايدن وزوجته أثناء التفتيش الوثائق الست تعود لفترة عضويته في مجلس الشيوخ وأخرى أثناء توليه منصب نائب الرئيس باراكوباما تضاف الوثائق الست إلى وثائق أخرى عثر عليها في مقر إقامة بايدن في 12 من الشهر الجاري ووثائق أخرى عثر عليها في مكتبه السابق في مركز أبحاث بواشنطن وثائق أخرى تضع الديمقراطيين في موقف لا يحسدون عليه بعد أن وجهوا كثيرا من الانتقادات إلى الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب الذي يخضع هو الآخر لتحقيق قضائي لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية على الرغم من مغادرته واشنطن عام 2021 أما الرئيس فيقف أمام أسئلة ملحة تدور حول تلك الوثائق فحواها ومدى خطورتها عصام عبد السلام الحدث